أهلا بحضراتكم من جديد طبعا الحدث اللي بيفرد نفسه دلوقتي هي مباراة السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والرجاء المغربي اللي حتقام في قطر بالتحديد على السادة أحمد بن علي يوم الأربعة الساعة سبعة بالليل بتوقيت القاهرة إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها ويضيف بطولة قرية جديدة لدلاب بطولاتهم بطولة غاية في الأهمية لكن الأهم كمان إيه هو استعدادات النادي الأهلي ماشية زي الأمور الترتبات التدريبات كل حاجة تتعلق بالفريق هناك في قطر ده أمر مهم جدا كمان من الأخبار الجيدة علي معلول خاص انضم التدريبات النادي الأهلي أو المعسكر الفريق بخلاف بدر بنون النهاردة أو المران بالنسبة له بعد ما كان خادر أحم بارح بخلاف الدوليين من النادي الأهلي موجودين في منتخب مصر أيضا موجودين دلوقتي في المعسكر أحمد عبدالقادر بقى سليم يعني أخبار وتفاصيل كتير جدا هنعرفها بشكل أكبر وأوضح كمان من زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي المتواجد مع البعثة في قطر عشان يقول لنا كل الكواليس والتفاصيل وننطمن من خلاله على كل كبيرة وصغيرة بتتعلق بمعسكر الأهلي هناك قبل ممارات السوبر المرتقبة يا كريم أهلا بيك برحب بيك في البداية زميل العزيز أمير الشام كل التحية لك والشكر والتحية موصولة أيضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي أهلا بيك يا كريم من نورنا وكالعادة متقلق وعايزين نعرف من خلالك كل الجديد وآخر الأخبار وبرنامج فريق النادي الأهلي هناك في قطر قلنا كل التفاصيل يا كريم سمعينك يعني نقدر نقول مستمر رحلة التركيز الكبيرة مع العاب النادي الأهلي والجهاز الفني لهمية المباراة مباراة طبعا يوم الأربعان إن شاء الله بإذن الله الأهلي ورجاء المغربي مباراة حساسة ومباراة لتحضيرات عديدة جدا بالنسبة طبعا للجانب الفني والجانب الإداري وأيضا كمان للجانب النفسي الحقيقة اللي فيه دور كبير جدا جدا على الجهاز الفني وتحديدا أيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيز مع كل لعبي منتخبنا الوطني في هذا التوقيت اللي ممكن حساس جدا طبعا لأن تعرف ما فيش وقت زميلي أمير من المنتخب إلى بطولة جديدة وممكن مباراة البطولة ومباراة الوحدة بتحتاج تركيز وشغلة أكبر من الجهاز الفني ومن اللاعبي النادي الأهلي كل مرة أكد على هذا الأمر القيادات وكبات فريق النادي الأهلي والعدد الكبير المتواجد ده بيساعد بشكل كبير جدا أن يكون في حالة من تركيز كبيرة دوافع موجودة لكن تجديد الرغبة مستمرة الحديث بعلاعبة النادي الأهلي في كل توقيت على أهمية المباراة على جمهور على الحضور على كل الأمور طبعا الخاصة من مباراة الآلة والرجاء المغربي الحالة مميزة جدا ويمكن حتى أزيل لحظة كل الأمور بالنسبة لفندوق لقامة لترتيبات لتدريبات ملاعب المباراة الحقيقة كل الأمور دي مميزة جدا حقيقة بالنسبة لكابتن سعد أبحافيس كان مدير الكرة مع التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب مع كل الحقيقة الجهاز الفني الملعب كان جايك جدا بالنسبة لتدريب الأمس النهاردة كمان نقدر نقول تدريب فريق النادي الأهلي يكون في الساعة التامنة بتوقيت الضوحة على ملعب إجلى ملعب إجلى دياب عدعان فندوق الإقامة ب15 دقيقة ملعب الأمس كان قريب جدا كان سبع دقائق فقط لي أن تصل إلى الملعب لكن كلها إن شاء الله يكون أمور تحضرية للفريق النادي الأهلي ويكون استعدادات مكثفة بشكل كبير من محاضرات فنية من تنفيذ نظري وعملي على الأرض الواقع بالنسبة لتدريبات ويمكن كمان النقطة الأهم جدا وهي كل اللعبين والأخفدين طبعا من المتخبن الوطني بجانب علي معلولة نضمه بالفعل لبعثة فريق النادي الأهلي للدخول بشكل كبير جدا فيها الاستعدادات المكثفة لكن عدم طبعا التدريب بالنسبة لكل اللعبين طبعا لعبين لما انتخبنا الوطني نهاردة نقول يوم بالنسبة لهم يعمل مش هيبه فيه جرعة تدريبية كاملة طبعا للاعبين للمجهود الكبير اللي بوزلوا أيضا كمان بالنسبة لعلي معلول لكن نهاردة إن شاء الله نشوف فبدر بنون بالنسبة لتدريب فريق النادي الأهلي كأول تدريب لي يكون مع الفريق نتطمن على جهزيته نتطمن أيضا كمان على الحالة البدنية لكن يعني بفضل الله الحمد لله كل الأمور مشي بشكل مطمئن وطيب جدا حتى هذه اللحظة مع بعثة الفريق النادي الأهلي ويمكن كمان الجانب النفسي اللي أنا بأكد عليها أمير كابتا محمود الخطيب النهاردة تواجد في مطعم الفريق ويمكن حيا لعيب وسلم عليهم كلهم طبعا لعيب المنتخب الوطني وكل اللاعبين لكن تحديدا لعيب المنتخب الوطني وكان كلماته سريعة جدا طبعا لابد إن نحن نركز حياهم وأشد بالجميع الحقيقة على التفاني في الأداء والإخلاص الكبير اللي شفناه مع منتخبنا الوطني وأكد طبعا أن التوفيق وعدم التوفيق ده بتعربنا سبحانه وتعالى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي بالنسبة لي منتخبنا الوطني وطالب اللاعبين بالتركيز وغلق الصفحة تماما والتركيز الكبير أيضا يكون في هذه المباراة من أول تدريب النهاردة عليه أن يتواجد فيه لعيب فريق النادي الأهلي الحمد لله يمكن الحالة ده بتطمينها بشكل كبير وجود الكابتن محمود الخطيبة وأيضا كمان يمكن انضم إلى الكابتن محمود الخطيبة وعضو مجلس الإدارة دكتور محمد شوئي يكون بجانب أستاذ طرقنديل وعضو مجلس الإدارة الممكن مجلس الإدارة في رسالة مهمة جدا لكل خلف فريقه للنادي الأهلي ودي رسالة بيكون مهمة جدا مع كل اللاعبين الترتيبات موجودة والتحضيرات موجودة والأمور الفنية موجودة لكن الأهم من كل اللعيبة بشكل كبير جدا حسن الشهاد طبعا يعني واحد من اللجوم للنادي الآلي كل مركز الحقيقة أمير طبعا زي ما بأكد لك وبقولك لكن لازم يكون فيه فان ولازم يكون فيه خروج شوية من التركيز الكبير انت عارف طبعا الأجواء بيكون كلها تركيز وكلها تدريبات توقيتات بيكون بسيطة جدا مع لعبة النادي الآلي انهم بكونوا قاعدين مع بعض في المطعم لكن الكل بيتكلم على أهمية المباراة وأهمية المرحلة وأهمية حضور جمهور النادي الآلي الحقيقة اللي على طول وراءنا في التدريبات بنشوف جمهور في الشارع الكل بيطالب لعب النادي الآلي بالسوبر الأفريقي فان شاء الله بإذن الله مع جدية لعبة النادي الآلي وإصرارهم الكبير في التدريبات يكون لها مردودها الكبير كعادتوا طبعا فيها مستطيل الأخضر يوم الأربعاء نقطي تلك أيضا كمان سريعا نحاب بطمينك عليهم هو أحمد عبدالقادر كريم فؤادي يمكن طبعا تكلمنا عليهم كريم فؤادي شارك في تدريب الأمس بكل قوة أحمد عبدالقادر أيضا كمان شارك في جزء كبير من الكرة لكن بشكل فردي نقدرش نقول أنه دخل فيها تدريبات الجمعية لكن النهاردة كمان نطمع بشكل أكبر إمتى هيكون مشارك في جزء من التدريبات الجمعية واحد من العناصر المميزة جدا نحن محتاجين لكل الفرقة الحقيقة أمير نتعرف طبعا عندنا سكواد رائع ومميز جدا لكن الجهازية بنسبة 100% بيكون أمر مهم جدا للعاب النادي الآلي فان شاء الله بإذن الله يعني سيقاتنا كبيرة جدا في الجهاز الطبي طبيب النادي الآلي أحمد أبو عبلا اللي بيكون بدور كبير جدا مع كل اللاعبين ويا رب إن شاء الله بإذن الله نقدر نتطمن النهاردة بشكل كبير على اللاعبين وغدا في التدريب كل الأمور بقى تتضح بشكل كبير جدا للسولية وحمد فاتحي وأكرم وقفشة ومحمد شريف الشيناوي كل اللعيبة اللي مشاركتش النهاردة أو مش هتشارك فيه التدريب نتطمن عنهم بشكل كبير جدا في تدريب الغد